طيب جبنا 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 سورة صغيرة ثلاثة آيات إِنَّهَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا فَسَمَّيْنَاهُ إِنْجِيلًا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ نُورًا وَسَبِيلًا سورة الإنجيل لو حطيت فيها باسم أي شيء باسم الواحد الجامع الماني باسم الله الرحمن الرحيم باسم أي شيء وفي الأخير صدق الله العظيم ما الفرق بينها لو كانت هذه داخل القرآن لو وجدها أي مسلم من يومة ولد في القرآن لأقسم أنها أكثر بلاغة من أي شيء في العالم لكن هو التحيز لأن المسلم يقدس القرآن عنده خداسة في نفسه يرى أن سورة الفلق إعجاز ويرى غيرها أنه ليس إعجاز يرى سورة الكوتر اللي هي مسابة الواحد بأنه لا ما عندهش خلفة ما عندهش أولاد مجرد مسابة يراها إعجازا ويرى هذه الآية أن هذه السورة ليست إعجازا لماذا؟ لأنه عنده التحيز عنده الإيمان المسبق بأن القرآن موجز فعنده هذا التحيز من البداية فلن ينظر بتحيز ثم من سيكون الحكم بيني وبين القرآن وبين المشاهدين وبين القرآن لو جبت لواحد مسلم طبعا سيحكم لصالح الإسلام ولو جبت واحد غير مسلم ستقولون أنه غير مسلم طبعا سيحكم لصالح غير الإسلام إذن من سيكون الحكم ما تطلقوش تحدي لو ما عندكمش الشروط وما عندكمش جهة الاحتكام ما فيش حد يطلق تحدي لو ما عندوش شروط واضحة وما عندوش جهة الاحتكام يعني ده يبقى تحدي عزومة مركبية